طبعا ما بس ألك على سر الساعة وألوانها واضح أتوقع ما في أوضح من كده يعني والله شوف أمس الحقيقة أنا أشكرك أو شيء على تغريدةك أبو يحيو دائما أنت ما شاء الله ملك الوطن كله والاتحادين ما قصروا ويدعموها بكل ماوت من قوة أمس كانت فرحة وطن أنا كتبت تغريدة قلت أنه الاتحاد فعل الغرائب والعجائب يدل على له كعبة الكرة السعودية أمس ترى يعني تقريبا العالم كله يشوف هنا والحقيقة أن الاتحاد زي ما قلت حتحضر الروح الاتحادية حضر بأحلى أبها وأحلى عطاء ويكفن نستبتع نستسعين دقيقة لا وبصراحة اللي حضرت ما هي فقط الروح الاتحادية حضر فن حضر أداء حضر مستوى حضر انسجام حضر تناغم ولازم أي أحد يتناول مشاركة الاتحاد في كاس العالم أن يوجه تحية عظيمة إلى جماهير الاتحاد منظر الجماهير تفاعلهم يمكن أتوقع دكتور تابعت حتى الفجيوهات التي خرجت من كواليس الجماهير تواجدهم في الملعب طريقة مؤذرتهم لللاعبين جالسين يصنعون الفارق بشكل مطبيعي واللاعبين كمان أدى والحقيقة لا لا أهداف من حيث الجمال من حيث النوعي وأنا حريص النقوان الناعمة يعني أحمدت الله أمس مولا للاتحاد حتى لو كان الأهلي أو الهلال أو النصر أو الشباب أو التعاون أو الرايد أي فريق تمنيت لأنه أنت الآن العالم كلها تطالع للإفتتاح البطولة والبطولة في السعودية يشوفون لمسات الكرة في السعودية تطور الكرة نوعية الأهداف نوعية اللعب الحقيقة الاتحاد ضي عمس كثير وزي ما تفضلت روح الجماهير روح الملعب وأيضا المباراة ما كان فيها تشد ولا تشنج كانت هادية والمرأة اللي حكمت أضفت عليها شيئا من تنظيم الأنثى نعم وهو فيه بعدين في الموضوع بعد أنه ننجح في التنظيم أحسنت لأنه لدينا في السعودية وهذا أعتقد يعني مؤشرات واضحة جدا لله الحمد من الافتتاح إلى ما بعده والشيء الآخر أنه ننجح في تقديم فريق سعودي بأداء مشرف وإحنا أخذنا الخطوة الأولى الناجحة فيه وقبال باقي الخطوات والحمد لله وأنا أعتقد يا أبو يحيي أنه عملنا التراكمي في السعودية بتنظيم البطولات يعني هذه كاسة العالم بعد كم سنة هذا بروفات لها ومصغرة بطولة مصغرة وسعيد أيضا أيضا سعيد بكمية المكالمات كثير يكلموني نبغاك تطلع معنا ضيفه ونبغاك تجي ونبغاك كذا كنتم يجمع أنا عندي برنامج وعندي أهلا بالعرفج وعندي أبو يحيي لازم أقول له كلام فالكلام اللي عندي يقول للراتانة لأنه هي أولى هذا واجب فرض كفاية إذا قام به البعض سقط لكن هذه لا هنا أنا فرض عين فرض عين أحسنت علي فأنا سعيد والله وإن شاء الله البطولة التواصل زي ما قلنا مثل أنه انتصار وطن هو انتصار وطن بكل تأكيد الاتحاد هو ممثل الوطن في كأس العالم وإن شاء الله المباراة الجاية تكون يعني بأداء مشرف أكثر لا وقدوتنا قدوتنا الهلال ترى الهلال حقق المركز الثاني على مستوى العالم والمرقم ذا حنا إذا ما قدرنا نحط ملازم يكون جنبه أنا أقول لك الهلال قدوة في البطولات الخارجية قولها وانا الاتحادي الصميم الهلال لا بطولة آسيا ولا بطولة العالم الحقيقة شرفنا أي ما تشريف بلا شك واللي حققوا الهلال على مستوى بطولة العالم هو أكثر منجز سعودي متقدم في المشاركات العالمية حتى الآن أنه يكون وصيف العالم